بالCSS لدينا ميزة جدا مهمة وممتازة ويجعلنا نستخدم الCSS بشكل عام بطريقة مريحة أكتر ويلي هي لو كان أنا بدي أطبق كود CSS أو style معين على عنصر ولكن ما بدي هذا الstyle يطبق إلا في حال العنصر كان بحالة معينة أو إذا طبق شرط معين طيب مين بذكر هاي الحالة أو هاد الشرط نحن كيف بيستخدام شي اسمه Sodo Class ميت أهلين وسهلين طبعا السودو كلاس شغلة جدا بسيطة وسهلة طريقة استخدامها هي عبارة أنه منذكر العنصر بنا نستهدفه بعدين منحط نقطتين ومنكتب اسم الكلاس طبعا اسم الكلاس مو من عنا اسم الكلاس يأتي من الCSS هو سابت يدل على الحالة تبع العنصر في حال انه العنصر هاد طبق هذا الشرط أو هاي الحالة سيتطبق معه كود CSS طيب قبل أن نذكرهم كلياتهم في منهم قسم خاص بالأنكر تاك بالروابط فحنبدأ بالصودو كلاسيز اللي هن خاصين بالروابط لتبعات الأنكر تاك بعدين سنتقل على الباقين أول شي بنا نعرف شغلة جدا مهمة أنه الأنكر تاك أو الروابط عنا دائما في لهم ثلاث حالات مهمين الحالة الأولى هو إذا الرابط هذا انت ما لك ضغط عليه قبل مرة ما لك رايح لهذا الرابط قبل مرة بيطلع لك بشكل معين واللي شايفينه نحن قدامنا هون أنه الرابط أنا هذا ما ليضغط عليه ولا مرة ولا رايح على W3S قبل بمرة فطالع لي باللون الأزرق فهي حالة شايفين طالع اللون بالأزرق وعندي أنا الموقع اللي بزوره أو بكون ضغط على هذا الرابط قبل مرة بيطلع لي باللون الموف النهدي أما في حال أنا جيت لعند هذا الرابط وضليت ضغط بالموس عليه فصار لونه أحمر فهي حالة من حالات الروابط طبعا هنحكي عنهم كلياتهم ونفس الشي هون لو ضليت ضغط على google.com كمان حتلاقي صار لونه أحمر وفي عنا كمان الحالة اللي هي لما أجي أنا أشر على هذا الرابط بس هكي حط الموس على لي بدون ما أعمل أي شي هتلاقي انه ما صار عنا شي ولكن فينا نحنا نعمل شي باستخدام الصودوكلاس طيب فاللي بدنا نعمله هلا نحنا انه انطبق كوت CSS على هاي الحالات كلياتها اللي خاصة بالروابط خلينا نبدأ بأول شغلي اللي هو الموقع اللي ما نزايرينه قبل بمرة مثل هون w3schools.com طالع لنا باللون الأزرق كيف فيني أنا أتحكم فيه بكل بساطة في عنا نحنا هذا الصودوكلاس هذا هو بكل بساطة أنا هلا استهدفي الأنكر تاغ تمام؟ الأنكر تاغ هذا هو فقلت له الأنكر تاغ بعدين حطيت نقطتين بعدين بحط اسم الصودوكلاس طبعا هاللون الأسماء مثل ما قلنا اسماء مو منعنا هاللون سابتين فعننا أول شغله اللي هي اللينك يعني المقصود من هذا الشي اللي كاتب أنا هون انه كل شي كوت CSS هلا هكتبه ما هيتطبق إلا في حال إذا هذا الرابط ما لم يضغوط عليه قبل بمرة فالمفروض كل شي هنكتبه هلا هون هيتطبق على هاد ما هيتطبق على هاد فنحن نقل له مثلا الكلور تابعه بدي غير الكلور تابعه لا يصير ريد مثلا بكل بساطة فهأعمل سيف وفعلا هذا الرابط أنا ما كتضغط عليه قبل بمرة فلونه صار أحمر فاتطبق معنا اللينك اللينك مية بالمية عنا السودوكلاس الثاني اللي هو الفيسيتد وهذا بيدل او كل شي كوت هكتبه هلا هون لحيتطبق على الرابط يلي أنا ضغط عليه قبل بمرة فبكل بساطة هو بايدفوت شو ساير انه اللون بصير موف فأنا بدي غير هذا موضوع بدي خلي مثلا يصير اخضر فهأعمل سيف حلاقي فعلا اتغيال للون الاخضر خلينا نعمل زوم زيادة هون فحلاقي فعلا اتغيال للون الاخضر طيب في عنا بعد منه السودوكلاس الثاني اللي هو الهوفر الهوفر بمعنى انه انا اذا اجبت الماوس واشرت على هذا الرابط بديه يصير شيء اي كوت سي أساس اكتبه لازم يتنفز فعلى سبيل المسال سأقل له انه بدي الـ background color يصير مثلا خلينا نقول شو في عنا الوان خلينا نقول red نعمل save فحاجي الى هون انا اول ما هيجي اشير على الرابط هاد شايفين فورا تحول للون الاحمر طبعا هون اذا ساوينا احمر ما تبين كلمة w3 school اذا انه خط لون احمر مثل ما شايفين فخلينا نغير للون تاني مثلا blue نعمل save فشوفوا كيف هذا باللون الازرق الـ background صار لون الازرق اول ما تحط الماوس عليه فورا يطبق هذا الكود في عندك هون كمان نفس الشي صار طيب والصودو كلاس الاخير اللي عنا يا هون هو الـ active الـ active في حال انا ضليت ضغط على الرابط بدي يصير شي ستايل معين فحاجل له انا هون مثلا غير لي اللون لشوف يعنا الوان مثلا green yellow هذا فاعمل save ما حلا يختلف عندي شيء لما ايجي اعمل hover عليهم لحيتحقق الـ hover طبعا هذا ما بتحقق متماكنه غير حتى انضل ضغطين على الرابط حاجل على جوجل ضل ضغط عليه شايفين تحقق الـ color اللي هو صار green yellow فيني انا وقف هذا شوي اذا بدكم بشان ما يضاربوا مع بعض حاجل ضغط شايفين كيف اختلف اللون بكل بساطة حاجل لهون ضل ضغط اختلف اللون بكل بساطة طيب هدلون هنن الـ pseudo classes المهمين جدا للروابط طبعا فيه شغلة جدا مهمة اليها علاقة بالرابط ممكن شايفين انتو اي رابط منعمله الـ anchor tag دائما بيكون تحت منه خط فورا كيف ممكن نشيل هذا الموضوع؟ بكل بساطة ممكن نقله anchor tag ومنستخدم شيء اسمه text decoration ومنقله none منعمل save حتلاقي فورا راح الخط التحت منهم وصاروا عبارة عن كأنه كلمات عادية ولكن هنن روابط طيب عظيم جدا جربتنا الـ pseudo classes على الروابط الـ link, visited, hover, active طبعا هدلون كلياتهم خاصين بالروابط ما عدا الـ hover ممكن نستخدمه على اي عنصر تاني فعلى سبيل المثال لو جينا نحن نقول عن index.html وقلنا له dev وداخل الـ paragraph مثلا كتبنا وعملنا سيف حيطلق انا عندي مجرد بارغراف عادي ونروح للـ css ونقله dev بعدين نستخدم hover طبعا النادي لـ pseudo class hover وهون نكتب الكود مثلا background color ونقله كمان border border 3px solid مثلا نرى هذا اللون نعمل save ولكن اول ما اخذ الماوس لديه سكريبتر فورا طبق عليه الـ css نتعرف على ثلاثة من الـ classes ولكن نتعرف عليهم نعمل كود صغير سنكتب هنا HTML دعنا نكرر هذا أكثر مرة هنا نكتب مثلا css هنا javascript typescript c sharp و ph سيطلع عنا هذا الكود الآن مع بعض ولنفترض نطبق كود css أو style معين على العنصر الأول اللي هو list item أول list item طبعا انت سيخطر ببالك انه ممكن نعمل كلاس وهذا الكلاس نعطي css ونجي نكتب الكلاس هون بكل بساطة ولكن بالـ pseudo class في عنا طريقة لسه أسهل من هذا واللي هي انه منجي على start.css ونقل له ul li سنستهدف لأنه نستهدف li سنقل له li ثم نضع نقطتين ونكتب first child ونفتح الكود فالكود اللي هكتبه هل سيتطبق فقط على العنصر الأول فلو اجينا لنا color red وعملنا save فورا فورا الHTML اللي هو أول واحدة صار لونها أحمر طيب وإذا نطبق css معين أو style معين على آخر عنصر فالموضوع نفس الشيء فتقول له ul li بس هالمرة بدال first child سنقل له last child ونفتح ونقل له color مثلا نقل له نقل save فورا اللون تغير طيب ستقل لي لو انا بدي غير التيب سكريبت اللي هي بالنص tss يعني ما بدك تعمل في شغلة جدا مهمة وجدا سهلة انه منقل له ul li بس بدال first child و last child نقل لنا nth child و الآن يقصد فيها الرقم التي تكتبها بين قوصين فعسابين لو قلنا له الرابع فهيصير 1 2 3 4 فهيطبق الكود هلأ هون شو هنقل له مثلا هنقل له background color اه شو في عنا مثلا هذا نعم save شايفين اطبق فقط على الرابع لو غيرنا ساوينا الثالث مثلا فمفروض يجي لهون الكود شايفين كيف واذا اجينا لهون قلنا له مثلا اثنين فحلائي صار لعند السي اس اسي اللي هو 1 2 وهدلوه هننن السودو كلاس بكل بساطة طبعا في غيرهم للسودو كلاس في كتار هننن ولكن احنا اخذنا المهمين هلأ هنغطي البقاية بعدين اه ان شاء الله هيك يا رب يكون الموضوع جدا بسهل عليكم لحط لكم هنا تحت بالدسكريبشن رابط لكل السودو كلاس الموجودين وبجانب كل السودو كلاس هتلاقي في شرح بيقولك انه هاد السودو كلاس بيعمل اقرأوهم شوفوا لو في منهم انتو بيكون جربوهم ممكن جربوهم ولو عندكم اي سؤال اكتبوا ليها تحت بالتعليقات او على جروب الفيسبوك او على اي وسيلة التواصل الاجتماعي للي وبشوفكم الدروس الجاي سلام